طيب احنا شوفنا الفيديو اللي فات نظريا كده ايه موضوع ال data management ويعني ايه volumes ويعني ايه bind mounting تعالوا نشوف الفيديو ده بقى ازاي هنتعامل مع volumes في ال docker طيب اول حاجة هنعملها كده ان احنا هنقول له docker inspect عايز اقوليكو حاجة في ال image بتاعت ال redis تمام لو طلعنا كده فاكرين ال command طبعا بتاع ال inspect يعني يجيب لنا شوية معلومات عن ال image دي هتلاقي عندك ان في باند اسمه volumes اهو وجايب لك ان ال volumes دي ال directory او الفولدر اللي هي شغالة منه او اللي ال data محطوطة فيه جوة ال image دي تمام هروح دلوقتي يجيب بقى image كده data basis اسمها maria db maria db كده بالمختصر نقدروا على ان هي هي زي الماي سيكويل يعني بس ايه محتاجين نشرح في سياق اخر ايه ماريا دي بي جاءت منين وليه هي زي الماي سيكويل طيب هروح نقول له docker pull maria db تمام هي لو مش عندك طبعا هيروح يجيبها فهي عندي فهروح اجيبها على طول طيب هقول له برضو docker inspect maria db عايز اينسبكت ال image ديت نطلعنا بقى كده فوق خالص هتلاقي برضو volumes اهو بيقولك ان هي الفولدر ده المستخدم او directory دوت ال varlib mysql تمام هو ماريا دي بي بس هتلاقي الفولدر اسمه mysql عادي و هتلاقي كل حاجه اسمه mysql تمام ماريا دي بي بالمناسبة ان شاء الله لما نوصل ال images بتاعة ال wordpress هي دي ال database اللي هنستخدمها لما نعمل ال database بتاعة ال wordpress هنشوفها برضو ان شاء الله فوقتها بنعمل clear كده طيب لان هروح اعمله دلوقتي ان انا هرن ال image بتاعة الماريا دي بي احنا بس عملنا لها pull بس هي مش شغلة يعني قلت له docker container ls مش هيطلع ان فيه اصلا حاجه شغلة فهنروح نقول له ايه بقى docker run dash d وهقول له dash dash name و هسميه مثلا ايه my maria db كذا ام بس مش مشكلة my maria db اقول له dash e وهتدي له هنا parameter or argument هنقول له ايه maria db underscore root و هنقول له password محتاجة تدي له password و هنقول له 1-3-4 و هنقول له image maria db تمام؟ هنقول له اوكي تمام كده قال لي ان الدنيا تمام لقلنا له بقى docker container ls هنلاقي ان فيه image maria db شغلة واسمها my maria db الى عادي اللي احنا بنعمله قبل كده واللي خلاص بقى مفروض بالنسبة لنا كلام بسيط جدا انا بقى عايزة انسبيكت الكنتينر احنا عملنا انسبيكت للامج بتاعت مريا دي بي و ريدس المرة دي بقى هنعمل ايه دوكر انسبيكت لي الكنتينر اللي اسمه مريا دي بي اقول له اوكي اهو كتبت حاجة غلط دوكر انسبيكت مريا دي بي تمام تلاقي هنا هو اللي هنشوفناه في الامج ولو طلعنا بقى فوق خالص كده عند الماونت هتلاقيهم بيقولك ان التيب بتاع الماونت اللي مستخدمينه هنا في الكنتينر ده والاسم بتاعه كمان اهو هو اسم طويل شوية غريبا عقامة كبيرة دي بتبقى جايد اوتو جنريتد جايد نومبر كده والسورس والدستينايشن اهو السورس ده عندنا على الهوست موجود فين والدستينايشن هو على الكنتينر موجود فين تمام طبعا انا نوهت ليها اكتر من مرة انا طلع لي فار لب الكماند بتاع اللينكس او قصدي الباس بتاع اللينكس لو بصيت معايا هنا كده هتلاقي ان احنا شغالين على لينكس كنتينرز ان هو بيقول لي عايز تسويش لويندوز كنتينرز فهتلاقي ساعتها الباس اختلف هو شغال ازاي دي هنبقى نتكلم عليها في مرحلة متقدمة شوية هو بيكون عامل virtual machine انت متعملش حاجة هو بيعملها لوحده سواء هايبر V او مؤخرا بقى بيستخدمه حاجة اسمها WSL حاجة لسه حديثة شوية انها هتستخدم في الدوكر يعني هتكنولوجي بقى لها حبة يعني مش كتير قوي بس بلا يعني هتنخش فيها بعدين يعني مهم ان انا ايه شغال على لينكس دلوقتي فالماونت هو جايب لي كل البيانات بتاعته والدنيا تماما وقدر انا كمان اتشيك على ال النيم دوت يعني اقدر اخده كده copy paste اخده copy كده وهقول له دوكر inspect واعطله ايه الرقم دوت في احد التولز ممكن ننزلها تخلينا او تخلي الدوكر يعمل auto complete دي هنشوفها بس ايه قدام شوية ان احنا نكتب زي كده ايه الفيجوال ستوديو والحاجات دي يساعدني جوه البورش العادي تمام فاقول له دوكر انسبكت وده الايدي الكبير دوت او النيم بتاع الفوليوم راح قال لي والله ده فوليوم اتكرييت في التاريخ دوت 11 9 21 وابقى هو ادي الماونت هو موجود فين بالزبط والنيم بتاعه وقريد انا مدهوله اصلا طبعا هنشوف بعد كده اخر الفيديو ان انا ممكن اسمي اسم يبقى friendly شوية لان ده اسم مش friendly اصلا اسم صعب جدا حد يتذكره يعني وانا لو هبتدى استخدم زي ما قولنا قبل كده احنا قولنا الفوليومز دي ممكن استخدمها مع اكتر من كنتينر مفيش مشكلة يعني هي مش مرتبطة بكنتينر اللي احنا قولنا انها بتعمل حاجة اسمها separation of concern فالدوكر فاصل الابليكيشن نفسه او الexecutables عن ال data files نفسها تعالوا كده بقى ايه نشوف ايه الفوليومز مثلا اللي موجودة على جهازي حاليا انت لو اشتغل بقى لك فترة مع الدوكر هتلاقي عندك فوليومز ايه كتير جدا وكلها اصلا غالبا هتبقى ايه ام مش friendly يعني نعمل clear كده في الاول تمام انا عايز شوف بقى الفوليومز اللي عندك قادر بردو بكل بساطة قول له دكر فوليوم الاس عمل لي ليست الكل الفوليومز اللي عندك راح جاب ليهو ما شاء الله حاجات كلها مش مفهومة يعني ده حاجة ما تدقريش ما تتعرفش أصلا دي بتاعت مين ممكن تفتكر واحد مثلا من آخر كام رقم لكن صعب طبعا ان انت تتذكره وصعب ان انت بقى تقعد تعمل حاجات الحلوة اللي احنا قلنا عليها ان انت تتتش او تعمل مونت لفوليوم على كونتينر او كونتينر تاني او كده فمحتاجين نعمل ايه محتاجين نديها اس زي ما كنا بنعمل مع الامج او الكنتينر احنا بندي له name عشان نعرف نتعامل معاه فنفس الكلام برضو في الفوليوم هندي الفوليوم اس بحيث انه هيبقى friendly وواضح بالنسبال لنا يعني تمام فنروح بقى نقول له docker برضو نعمل clear بقى الشاشة تبقى فاضية عشان الدينية تبقى بينة هنروح اقول له بقى docker run dash d dash dash name وهو هنسميه مثلا Maria dp new اي حاجة وهنقول له dash e وهنقول له bq maria dp underscore root underscore password وهنقول له اي واحدين تلاتة اربعة مثلا الباسور دي انا استخدمها حالا يعني ما رفكتش احنا بتجيبها كده وخلاص يعني احنا ممكن في بعض الارجومات سندهانه نحنا نقول له نحنا مش عايزين باسورد بس انا اي بفضل نعمل الصحي احنا نعمل باسورد يعني تمام وانيجي نقول له maria dp كده ده نفس الكماند اللي احنا كتابنا قبل كده ان احنا نقول له run و dash d وال name والباسورد تاعتي وخلاص احنا باعزين نزود عليه هنا ان انا محتاج اقول له عايز الفوليوم يبقى اسم بدل الرقم الكبير الجنريتد دوت فنقول له كده ازاي هقول له اي دي ال director اللي انت كنت شغال عليه اللي كان اسمه var lib mysql وهارجع كده وقول له colon وقبل الكولن هنكتب اسم نسميه مثلا maria volume تمام يبقى احنا كده قلنا له maria volume مش شرط يبقى فيه volume او maria ساميه زي ما انت عايز colon نقطتاني لفوق بعض و slash var lib mysql تمام وقبليها بقى طبعا ما نفعش نكتبها له كده لازم نرجع كده وهندي له هنا dash v اللي بيحدد له ان انا هتدي له اسم الاسم لي volume تمام هو ده اللي احنا زودناه فقط على كده ندوس enter ونجرب تمام مفروض كده فيه container اتعمال له كريات اقول له docker container ls هتلاقي تمام ال container اللي احنا كريتناه في الاول اللي اسمه my maria db و container تاني اسمه maria db new اللي احنا لسا كريتينه اللي هو volume بتاعه لي اسم يعني لو جيت اقول له docker inspector inspect maria db new لو طلعت فوق كده هنا لو طلعنا في mount هلاقي بقى ان فاكرين بقى الرقم اللي كان كبير هناك لا بقى طلع للوقت اسمه maria volume هو اقدر بقى maria volume ده لو انا اعمل فيه شغل مثلا او فيه tables لو هي database او اي ان كان هو فيه ايه في ال data ديت اقدر اعمل لها mount لcontainers تانية زي ما هنشوف في الفيديو ده حالا تمام تمام نعمل clear بس كده ونقدر برضو نشوفه في الفيديو زي ما نقول له docker volume ls فهتلاقي شايفين بقى الارقام اللي هي الغريبة دي تحته بقى مريا volume ده واضح طبعا نهو بتاع مريا لو عندك بقى حاجة مثلا لسيكل سيرفر oracle ال data حتى لحاجة تانية مثلا application engine next image اي ان كان اي نوع ال data اللي عندك ممكن تحطيها برضو volume وتديها اس meaningful كده وتتعامل معي طيب انا بقى هعمل ايه دلوقتي انا هكريت اصلا volume جديد مش من خلال container creation مش من خلال السطر اللي بيكريت container لأ من هنا عادي فقول له docker volume لو دست اصلا enter كده هتلاقي جايبلك اهو ان فيه command جوه ال volumes دي تسمحك create عشان تcreate volume او تinspect ls prone عشان ترموف كل ال local volumes وعم لو عايز ترموف واحد او اكتر من واحد مع بعض تمام فارج اقول له بقى كده docker يعني برضو clear معلش عشان تبقى باينة كده docker volume create وهتدي له مثلا ال volume ده بقى اسمه maria dash vm vm ده بتبقى virtual machine vol اللي هي for volume يعني احنا عندنا volume جديد اسمه maria dash vol اوكي carry it اهو هجيبه عشان تأكد not carry docker volume ls تمام اه دي الاديم اللي عندي اللي انا كريته وانا بكريته ال image وانا بكريته ال container وعندي واحد جريد اهو اللي انا لسه مكريته دلوقتي حالا هو فاضي مفوش حاجه volume فاضي يعني هنشوف بقى ازاي هنستخدمه ده بقى هنعمل clear كده هعيزك بقى تركز معي في الحتة الجاية دي عشان لو مركزتش هتلغبط منك وهتحس انها تاهد هنروح اعملي دلوقتي انا هكريت انستنس جديدة برضو من maria db وهديها بقى ال volume اللي انا كريته ده هنروح اقول له بقى docker run dash d خلاص الموضوع بقى بالنسبة لنا مفروض سهل و ال name هقول له بقى maria db production 1 عشان لسه هعمل production 2 دلوقتي هنعمل في ايه؟ وهنقول له برضو maria db root password لو بتلغبط في ال commands ديت او في الكلام ده شيء طبيعي يعني عادي ما تتضيقش هوا حاجة كلنا هزا الرجل يعني و باسورد برضو هي غيرها زي ما انت عايز مفيش مشكلة خالص هقول له dash vb عشان اديله ال volume وهقول له ان انا عايز ال volume اللي اسمه maria dash vol colon slash var slash lib slash mysql هقول له ايه من ال image اللي اسمها maria db كده مفروض هو بقى الاتنين القدام وال production الجديد ده docker container ls بقى عنده اللي انا كاريته في الاول خالص my maria db والnew اللي احطينا فيه او اللي كاريتنا من خلاله ال volume والجديد خالص اللي احنا لسه مكاريتين volume و قلنا له ايه ان احنا نستخدم ال volume اللي احنا كاريتناه اللي هو لسه ايه فاضي وهنملابي شوية commands طيب انا عايز اعمل ايه بقى انا عايز اكوننكت على ال mysql او ال terminal اللي بقى عشان اكريت table تار military database ال mysql و models and the maria db اللي حينا شغال Lindview جداول ثم انا عايز اكريت جداول او مش هكريت جدول هكريت database واسوبها فاضي يعني عشان يبقى ال data بتاعتي او ال volume بتاعي دوت الاسمه maria dash vol دوت يبقى مميز جوا حاجة مميزة غير ال default حد افكر ممكن بقى اخش على الباش ازاي جوا container فكر كده ها جدت ولا ايه تمام هنروح نقوله docker exact كده dash it واقوله ال maria db production one او brd one واقوله انا عايز الباش اوكي تمام هو دخلني اهو شايفين على ال root وال id بتاع ال container واقدر بقى ابتدي مثلا نكتب commands هتأكد ان الدنيا شغالة تمام يعني ممكن مثلا انا اجيب له mysql dash version هيجيب لي ال version بتاعة ال mysql انا بنتكلم ايه موضوع sql زي ما قلتلكم و ال maria db ده بعدين يعني و ال distribution بتاع ال maria db و ال debian linux شو هي التفاصيلة عن ال version يعني بس استيل انا مقدرش اكتب commands اللي هي sql code يعني يعني انا بجيت مثلا قلتله show databases هيقول لي ايه عام اللي انت بتكتبه ده قالك الباش الباش او الباشا مايعرفش ايه اللي انت كتبه ده شو databases ده مايعرفوش ليه لان انا اصلا واقف على terminal بتاع ال container دوت اللي هو linux اصلا لكن انا مش واقف على ال mysql او maria db عشان اعطب بقى عليها اللي هو terminal او ان انا اكتب له commands بتاعة sql اقول له بقى ايه mysql dash u root dash b هيستلني على password احنين ثلاثة اربعة تمام كده قال لي welcome to maria monitor كده انا اقدر اكتب ايه script sql هنا هو تمام مافيش مشكلة هو بيقول لي copyright كذا 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 و بيرحب بي ان انا خلاص كده connected على maria حتى المسج هنا اختلفت هو بيقول لي maria db واكتب بقى commands مش زي الroot هنا وطبعا مش زي ان انا واقف على ال power shell نفسه باكتب دكر commands تمام مفهومة الحتة دي طيب فهنا بقى ايجي مثلا commands اللي انا كتبته فوق ده اللي هو شو databases ده عشان اجيب لي databases اللي عنده وهنا بقى لازم SQL code هنكتب له معلش semicolon بعدين راح جاب لي اهو ان انا عندي database information schema و mysql و performance schema وسيستم اللي هي ال default tables اللي موجودة جوه ال mysql او ال maria db صغرتها بس عشان تبقى الدنيا بقى هنا كده طيب انا بقى هعمل ايه انا هكريات databases فاضي طبعا مش هعمل اي حاجة وهاخد ال volume ده اللي جوات databases المختلفة اعمله amount على container جديد اصلا يلا ميلي نعمل كده هقول له create database ال database دي هنسميها مثلا HR انا هكتبها ايه capital كده حتى لو مش مشي على نفس ال name convention عشان بس تبقى مميزة على ال اسامي اللي موجودة او تبقى ملحوظة يعني HR database سemicolon تمام قال لي query ok one row effected هقول له برضو create database وانسميها ايه help disk database طبعا ده مش ال name convention الصح خلص بس عشان تبقى مميزة يعني تمام مقدر بقى اقول له ايه show databases فجاب لي اهون انا غير بقى databases اللي موجودة باي ديفولت عندك اتنين واحد ياسمه help disk database و HR database تمام شكرا كده يا عم مريدي بي انا مش عايز منك اي حاجة انا هقول له exit والرجل مشكورا قال لي buy بيودعني اهو شكرا يا عمد وخرجنا بقى من جوا المريا دي بي الترمن اللي انا بكتب عليه لي الامج بتاعت اللي هي الروتاو اللي هو اللينكس اللي احنا شغالين عليه الامج اللي هي الكنتينر اللي احنا شغالين عليه اصلا تمام هنقول له برضو exit كده خرجنا بقى خالص على الpower shell ولقولنا له كده clear docker container s هنلاقي ان الكلاتة شغالين والامج الشغالة هوا ما فيش مشكلة خالص مريا production one هعمل انا ايه بقى دلوقتي خلص انا بقى عندي volume اللي هو attached للمريا production one دوت فيه data basis مختلفة او فيه data basis اكن فيه شغل يعني اتعامل على ال volume دوت انا بقى هكريات كنتينر جديد والكونتينر الجديد دوت هقول له ان انا عايز اشاور على ال volume دوت تفهمين حاجة انا عارف هي من لغبطها شوية بس ان شاء الله تبقى امركز وانتابع تعال ما نجرب هنقول له docker run dash d dash dash name maria db broad to dash e maria db root password تفهمين تلاتة اربعة dash v هنا بقى هنقول له بقى ايه maria dash vol هنقول له colon slash var slash library slash mysql الماوس ما عايش كان مغطي عليها شوية هنقول له maria db انا كده هنا ايه بعمله بكريات انستنس من الامج اللي اسمها maria db كنتينر جديد خالص بس الحاجة الوحيدة اللي مختلفة ان انا اديته volume already انا اشتغلت عليه وعدلت فيه ما بقىش هو default بقى فيه مفروض اللي هو ال two tables او ال two databases اللي احنا عملنا لهم الاسمها help desk والاسمها hr تمام؟ رح اقول له اوكي وكده بقى هيبقى عندي اربعة images docker container ls هذه الاربعة هم كله شغال تمام؟ لسه متكريد هون ان كام ثانية ودول احنا ايه شغالين بيه هم بقى لنا حبة المفروض بقى دي ودي ال production one و production two دول عليهم attached لنفس ال data نفس ال data volume تعالوا بقى نتأكد تعالوا بس نعمل clear كده عشان تشربة كبيرة هنقول له بقى docker exec maria db production two bash اوكي؟ نبتدي بقى نقول له mysql root root db 1 3 4 هنا بقى مفروض نجرب بقى نقول له show data bases مفروض ايه اللي يطلع لي بقى اللي يطلع لي ال data bases اللي هي build n اللي موجودة او default بلس ال two databases اللي انا عملت لهم create اللي كانوا موجودين في ال volume اللي اسمه maria dash vol اللي احنا عملنا لهم mount للكنتينر اللي اسمه maria db production two ها هم help disk database و hr database اللي معمولين بالكابتال عشان يبقوا مميزين كده احنا قدرنا ناخد ال volume دوت اللي احنا كريتناه واستخدمناه في اكتر من container طيب انا عارف وممكن يكون الفيديو من لغبة شوية وانت بتجرب ممكن يعشل سوية مشاكل مميش مشكلة اقدر تكتب لي في ال comment ونتناقش فيها يعني ولو حد برضو فاهم اللي بيتفرجو نقدر نساعد بعض يعني تمام اتمنى تكون استفادت عاجة وشكران جزيلا